السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبنائي الطلاب درس اليوم سيكون الاختبار التراكمي للفصل الثاني عشر فصل جمع الكسور العشرية وطرحها بالصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثالث نبدأ بالمجموعة الأولى الجزء واحد اختيار من متعدد قطع أبي بسيارته مسافة 42.5 كيلو متر في الساعة الأولى و51.3 كيلو متر في الساعة الثانية فكم كيلو متر قطع أبي في الساعتين نقوم بعملية الجمع 42.5 زائد 51.3 خمسة زائد ثلاثة يساوي ثمانية اثنين زائد واحد ثلاثة أربعة زائد خمسة تسعة إذن قطع ثلاثة وتسعين كيلو متر فاصلة ثمانية الإجابة الصحيحة هي فقرة ألف السؤال الثاني قاد محمود دراجته الهوائية يومي الجمعة والسبت فقطع المسافات الموضحة في الجدول أدنى ما مجموع المسافات التي قطعها محمود في اليومين المجموع أيضا نقول له ثلاثة فاصلة خمسة ليوم الجمعة زائد ثلاثة فاصلة خمسة وسبعين عدم تساوي المنزلة العشرية للعددين لابد من إضافة أصفار الأول ثلاثة فاصلة خمسة من عشرة والثاني ثلاثة فاصلة خمسة وسبعين من مئة نضيف صفر فيصبح ثلاثة فاصلة خمسين من مئة ثلاثة فاصلة خمسين من مئة تكافئ ثلاثة فاصلة خمسة من عشرة ولهذا إضافة الأصفار بعد الصفر لا يؤثر على قيمة العدد صفر زائد خمسة 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 زائد سبعة اطناش اثنين واحد باليد ننزل الفاصلة واحد زائد ثلاثة زائد ثلاثة يساوي سبعة اذا الناتج هو فقرى جيم سبعة فاصلة خمسة وعشرين كيلو متر ننتقل الان الى سؤال ثلاثة في احدى مستشفيات الولادة تم قياس اطوال بعض المواليد الجدد فبلغ طول المولود حمد اثنين وخمسين فاصلة ستة سنتيمتر بينما بلغ طول المولود سعد اربع وخمسين فاصلة اثنين سنتيمتر كم يزيد طول سعد على طول حمد نقول لها طول سعد فاصلة اثنين ناقص علشان نطلع مقدار الزيادة الاطول هو حمد ناقص اثنين وخمسين فاصلة ستة اثنين ناقص ستة لا يمكن نستلف من الاربعة تصبح ثلاثة الاثنين اثنين اثناش اثناش ناقص ستة ستة ننزل الفاصلة ثلاثة ناقص اثنين واحد خمسة ناقص خمسة اذا الفرق واحد فاصلة ستة سانتي اذا الاجابة هي فقرة جيم ننتقل الان الى سؤال اربعة مع مريم سبعين ريالا اشترت القطع الموضحة ادناه اذا قربت سعر كل قطعة الى اقرب عدد صحيح فكم ريالا سيعيد لها البايع رح نقرب اولا الى اقرب عدد صحيح كل قطعة اولا القطعة الاولى 24.95 تقدر الى 25 الثانية البلوزة 14.95 تقدر الى 15 البلوزة الاخيرة الثالثة 19.95 تقدر الى 20 نشوف الان المجموع 25 زائد 15 زائد 20 5 زائد 5 زائد 0 10 0 1 باليد 1 زائد 2 زائد 1 زائد 2 يساوي 6 اذا اشترت القطعة الموضحة ب60 ريال تقريبا كم تبقى لديها من الـ 70 10 ريالات اذا الاجابة فقرة الف ما نوع المثلث الذي جميع زوايا حادة وجميع اضلاعه متساوية فالطول نقول انه مثلث متطابق الاضلاع دائما المثلث المتطابق الاضلاع تكون زوايا حادة واضلاعه متطابقة دائما تكون 60 60 60 الزوايا سؤال 6 يتدرب ماهر يوميا للمشاركة في سباق الجري فاذا قطع مسافة 4.2 كيلو متر في اليوم الاول ومسافة 5.75 كيلو متر في اليوم الثاني اذا قربت الاعداد الى اقرب عدد صحيح فكم كيلو متر قطع في اليوم الثاني زيادة على اليوم الاول في البداية نقوم بعملية التقريب 4.2 وعند الثاني 5.75 بالنظر الى اول عدد على يمين الفاصلة الاثنين بخيل ما يعطي يصبح اربعة السبعة كريم يعطي الخمسة يصبح ستة اليوم الثاني اصبح مقدار زيادة ستة اصبح ستة اليوم الاول قطع اربعة التقريب فنقول ستة ناقص اربعة يساوي اثنين اذا قطع في اليوم الثاني زيادة على اليوم الاول اثنين كيلو متر ننتقل ننتقل الى سؤال سبعة قرب الكسر العشري خمسة وثلاثين فاصلة ثمنتاش الى اقرب عشر اقرب عشر يعني نخلي عدد واحد بعد الفاصلة ونشوف العدد الذي يليه الثمانية كريم يعطي الواحد يصبح الواحد اثنين اذا يصبح لدينا خمسة وثلاثين فاصلة اثنين خمسة وثلاثين صحيح واثنين من عشرة قليل اقرب عشر يعني لازم عدد بعد الفاصلة اذا الاجابة الصحيحة هي فقرة باب سؤال ثمانية اشترد نورة كتابا ب تساطعش فاصلة خمسة وتسعين ريالا ودفترا ب اربعة فاصلة تساطعش ريالات ما المبلغ التقريبي الذي انفقته نورة ثمنا لمشترياتها نقوم اولا بعملية الجمع تساطعش فاصلة خمسة وتسعين زائد اربعة فاصلة تساطعش خمسة زائد تسعة اربعة اش واحد باليد واحد زائد تسعة زائد واحد احد اش واحد زائد تسعة زائد اربعة اربعة اش واحد باليد واحد زائد واحد اثنين اربعة وعشرين فاصلة اربعة اش المبلغ التقريبي اقرب عدد صحيح لانا عندي الاجابات كلها اعداد صحيحة اقرب عدد صحيح الواحد بخيل ما يعطي الاربعة وعشرين يبقى الاربعة وعشرين كما هو اذا الاجابة جيم ننتقل الى سؤال تسعة يكسب عامل اربعة وثلاثين فاصلة خمسة وسبعين ريالا في الساعة كم ريالا تقريبا يكسب في ساعتين في البداية طبعا راح نقول لي طبعا اربعة وثلاثين للساعة الاولى خمسة وسبعين اربعة وثلاثين للساعة الثانية او نضرب في اثنين او نجمع مرتين خمسة زايد خمسة عشرة واحد زايد سبعة زايد سبعة يساوي خمستاش واحد باليد واحد زايد اربعة زايد اربعة يساوي تسعة ثلاثة زايد ثلاثة ستة فاقرب عدد صحيح في ساعتين اقرب عدد هو السبعين نقدر هذا الى اقرب عدد صحيح فيصبح لدينا كم سبعين هذا بالنسبة الى سؤال تسعة او اني اقدر بطريقة ثانية قال لي كم ريالا تقريبا السبعة كريمة تعطي الاربعة وثلاثين يصبح خمسة وثلاثين هذه طريقة ثانية السبعة كريمة يعطي الاربعة وثلاثين يصبح خمسة وثلاثين نقدر قبل لا نجمع فيصير عندي سبعين مباشرة بهذا الشكل اذا الاجابة هي فقرة دال اي الجمل التالية تمثل النموذج ادنى فعند النموذج الاول في اثنى عشرة اه او خمسة عشر مربع اه ظل الى ثلاثة يعني ثلاثة على كم على خمسة وعندي اثنين على ثلاثة اذا اه هذا هو دال هذا في عندي ثلاثة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع عشرة اهداش اثناش ثلاثة من اصل خمسة هذا هو الثاني واحد اثنين اثنين من ثلاثة الاجابة هي فقرة دال ننتقل الان الى الجزء الثاني الاجابة القصيرة اجب عن السؤالين التاليين اشترت ميسون تفاحا فوضعت سبعة فاصلة ثلاثة وعشرين كيلو جرام في كيس وفي الكيس الاخر وضعت ستة فاصلة خمسة واربعين كيلو جرام كم كيلو جرام من التفاح اشترت ميسون نقوم بعملية الجم كما يلي سبعة فاصلة ثلاثة وعشرين زائد ستة فاصلة خمسة واربعين ثلاثة زائد خمسة ثمانية اثنين زائد اربعة ستة سبعة زائد ستة اذا الاجابة هي ثلاثة فاصلة ثمانية وستين كيلو اجرام ننتقل الان الى السؤال الثاني عشر اي النقاط على خط العداد اكبر من ستة ونص ستة ونص واقل من السبعة هذا عندي ستة ونص وهذا عندنا السبعة هذه هي الفترة اللي حددها اي هذه النقاط تكون اقل من السبعة واكبر من الستة ونصية النقطة وين نون اذا نقول النقطة فكانت كما هو موضح في الجدول التالي اليوم الاول السبت قطع مسافة 120.4 يوم الاحد 72.1 يوم الاثنين 13.9 يوم الثلاثة 3.8 يوم الاربعة قطع 275.4 كيلو متر ما اجمع المسافة التي قطعها عبدالعزيز سوف نقوم بعملية الجمع في البداية نقول 120.4 يوم السبت والاحد راح نجمع 72.1 هذي يوم السبت والاحد اربعة زائد واحد خمسة ننزل الفاصلة صفر زائد اثنين اثنين سبعة زائد اثنين تسعة الواحد تنزل اذا يوم الاحد وال السبت 192 ونص اذا نقول 192 ونص زائد يوم الاثنين الان ناخد يوم الاثنين 13.9 نقوم بالجمع خمسة زائد تسعة اربعة اربعة واحد باليد ننزل الفاصلة واحد زائد اثنين زائد ثلاثة ستة تسعة زائد واحد عشرة صفر واحد باليد واحد زائد واحد اثنين اذا مائتين وستة مائتين وستة اليوم السبت والاحد والاثنين الآن سنجمع مع هذه القيمة يوم الثلاثة ثلاثة فاصلة ثمانية نجمع اربعة زائد ثمانية اطناعش واحد باليد ننزل فاصلة واحد زائد ستة زائد ثلاثة يساوي عشرة صفر واحد باليد واحد زائد صفر واحد الاثنين تنزل مائتين وعشرة فاصلة اثنين ننتقل الآن إلى يوم الاربعة نضيف مع هذا العدد كامل مائتين وخمسة وسبعين فاصلة اربعة نجمع اثنين زائد اربعة ستة ستة صفر زائد خمسة خمسة واحد زائد سبعة ثمانية اثنين زائد اثنين اربعة اذا ما ما اجمال المسافة التي قطع عبد العزيز نقول لي اربعمائة اربعمائة وخمسة وثمانين فاصلة ستة كيلو متر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة